وفي لقاء خاص مع التلفزيون المصرية أكد عدد من مجلس النواب أنه تم استضاح سياسة الحكومة بشأن السياسات الزراعية للحكومة في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية كنا بنناقش طلب منقشة عامة مقدمة من سيدة رئيس لجنة الزراع وريب مجلس الشيوخ حول استضاح سياسة الحكومة بخصوص السياسات الزراعية في ظل المتحديات والمستجدات الفترة الأخيرة نقدر أنه هناك تحديات واضحة لمسنها كلنا ويمكن كل شعوب العالمين وليس الشعب المصري خاصة بتوفير الأمن الغذائي النهاردة احنا تكلمنا بشكل واضح على أن هناك احتياج لتوفير السرعة الاستراتيجية وعلى رغم من ذلك ما فيش سياسة واضحة حتى زي اللحظة متعلقة بالسياسات الزراعات التعاقدية اللي بتحس الفلاح على الزراعة المحاصيل الاستراتيجية وكمان سياسة متعلقة بالدولة زي حتى تحصل على هذا المحصول في طلب مناقشة النهاردة لاستضاح سياسة الحكومة بشأن السياسات الزراعية وتوقع أن الأمن الغذائي النهاردة قضية وجود للمجتمع المصري بالنسبة لنا عندنا تحديات كبيرة جدا أزمات عالمية حرب روسية إكرونية التغيرات مناخية شوح مائي تحديات كبيرة جدا اتكلمنا فيها وعرضناها النهاردة في الجلسة العامة خلال كلمتنا وإحنا محتاجين فعلا نقف على الفجوات والمشكلات اللي بتواجه الفلاح المصري في هيكل الوزارة سواء من بداية من الفلاح النهاردة اللي هو حقا الهدف الأساسي بالنسبة لنا ومعول البناء في السروة الزراعية ترجمة نانسي قنقر